عقدت لجنة الطوارئ بمحافظة أبيان برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد اجتماعا للوقوف أمام الأضرار التي لحقت بمختلف مديريات المحافظة في كافة القطاعات البشرية والخدمية ومساكن المواطنين جراء ما سببته طول الأمطار الغزيرة وتدفق مياه السيول في أودية بنا وحسان وأحور وبقية أودية المحافظة أكد الأمين العام على أهمية تضافر كل الجهود المحلية ودعم المنظمات المانحة للمساعدة في تجاوز تلك الأثار وتقديم كل العون والرعاية للأسر المتضررة وحصر الأضرار في جميع المديريات ولفت إلى أهمية وضع الحلول السريعة للإنجرافات الكبيرة للأراضي الزراعية وإصلاح القنوات الرئيسية التي تضررت كما تم استعراض تقرير عن أوضاع النازحين في المحافظة وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم